نذهب إلى سؤال رقم 11 أعطى لنا هذا التركيب وهذا التركيب وظيفته تضخيم الاستطاعة ويسمى بمضخم سينف بي في السنة الماضية أي في السنة الثانية درستم تضخيم الاستطاعة عن طريق مضخم العاكس أو غير العاكس ولاحظتم أن مضخم الاستطاعة هذا يضخم بالضبط الجهد أما المضخم الاستطاعة السينفي يضخم الاستطاعة عن طريق تضخيم الطيار إذن فكما تلاحظون يوجد مقحلين مقحل T10 مقحل T11 مقحل T10 من نوع MBN ووظيفته تضخيم النوبة الموجبة لأنه يمرر النوبة الموجبة فقط أما المقحل الثاني هو مقحل T11 وهو من نوع PNP ووظيفة هذا المقحل هو التضخيم النوبة السالبة نعود إلى سؤال الرقم 11 طالب منك دور طابق ثلاثة دوره هو تضخيم الاستطاعة ويسمى بمضخم سينف بي ويسمى كذلك بتركيب دفع وجذب لماذا سمي تركيب دفع والجذب لأن المقحل T10 هو مقحل MBN تيار يذهب إلى القاعدة وكأنه يدفع القاعدة أما مقحل PNP التيار يخرج من القاعدة وكأنه يجذب القاعدة دفع الجذب سؤال اللي بعده طلب منك وظيفة ثنائية D6 وD7 لماذا أضفت ثنائيتين D6 وD7 أضفتها لإزالة التشوه في المخرج والذي يتسبب فيه هو جهدي العتبة لمقحل T10 وجهد العتبة لمقحل T11 أنتم تعلمون أن المقحل T10 لا يمر الجهد إلا إذا أعطيته جهد أكبر من جهد عتبة وبالتالي الإشارة في النوبة الموجبة تكون إشارة مشوهة أي أقل بقالي من إشارة المدخل بجهد العتبة للمقحل الأول كما تلاحظون لإضاح فقط ليس مطلوب منكم تبرير لإضاح فقط كما تلاحظون هذا الجهد الأولي إشارة الدخول D6 استقطابيته عكس التيار يأتي من VCC بهذا الشكل وتكون عكس التيار المقحل T10 استقطابية العتبة تكون بهذا الشكل VBO جهد العتبة والتيار كيف يمر الطيار إلى مكبر صوت الذي نريد تضخيم إشارته التيار يأتي من VCC بهذا الشكل ثم عندما يكون مقحل الممر يمر بهذا الشكل ويذهب إلى المكبر الصوت ثم إلى GND إذن استقطابية المكبر الصوت تكون كذلك عكس إشارة عكس التيار ومن قانون العروات لدينا VBO زايد VD في نفس الاتجاه نقص VBO عكس الاتجاه نقص VST يساوي صفر إذن VST يساوي VU سبب لماذا؟ لأن ديود الذي أضفته جهد عتبته جهد VD يساوي نفس الجهد العتبة ومن هنا تلاحظ أن VST هي نفسها VON3 وإشارة تكون إشارة جيدة حالة لو أحذف المقحل في النوبة الموجبة لاحظوا ما الذي يحدث معي بنفس الطريقة من قانون العروات VO ناقص VBO ناقص VST إذن VST يساوي VON3 ناقص VBO إذن إشارة المخرج تلاحظ هنا هي نفس إشارة المخرج ناقص VBO في النوبة سليبة وهذا يحدث تشوف في إشارة الخرج وإشارة تكون إشارة غير جيدة إذن إضافة D6 وD7 D6 لحذف VBO تاعد ترنزيستور الأول وD7 لحذف جود العتبة تاعد ترنزيستور T11 سؤال رقم 12 طلب منك حساب قيمة العظمى لإي سي ماكس وهي نفسها هي قيمة ERL ماكس في هذه الحالة لدينا إي سي بقانون أوم يساوي الجهد على التيار وهذا الجهد هو أسميته V30 لأنه جهد المخرج تقسيم المقاومة هي مقاومة مكب الصوت وتسمى RL تكون شدة تيار أعظمية عندما تصل V30 لأكبر قيمة لها حيث V30 يساوي VS ماكس ويساوي VCC لماذا؟ لأن هذا التيار متغير فمثلا نوبة الموجبة تكون صفر وثم تبدأ تزداد إلى أن تصل ذروة النوبة متى تصل ذروة النوبة؟ إذا وصل ECC إلى تيار الأعظمي الذي يعطيها مصدر جهد VCC وبالتالي في صوته يأخذ أكبر قيمة وهي VCC وبالطوير إيسي ماكس يساوي VCC تقسيم RL تطبيق عددي إيسي ماكس يساوي 24 فولت تقسيم 8 ويساوي 3 أم سؤال رقم 13 طلب منك حساب الاستطاعة المفيدة الأعظمية بي إي ماكس كذلك استطاعة متغيرة مثلها مثل الطيار مثلها مثل الجهد في المخرج لدينا الاستطاعة المفيدة تساوي V30 مربع تقسيم 2RL تكون الاستطاعة المفيدة الأعظمية عندما يبلغ V30 أكبر قيمة له إذن V30 أكبر قيمة له وهو VCC إذن P-U ماكس تساوي VCC مربع 2RL وتساوي 24 مربع تقسيم 2 في 8 وتساوي 36 واط